بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد المواطنين أفاد مشاهدته مجموعة من الأشخاص يقومون باختطاف قائد إحدى السيارات حال توقفه ولاد بالفرار تاركين السيارة قيادته وفي وقت لاحق حاضر للقسم المجني عليه مصابا بجروح متفرقة وأياد ما قاله الشاهد أنا كنت ركب عربية جيب ركنتها وأول منزل قد جات ناس قاعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني خدوني في مكان زراعة كبير قاعدوا يضربوا فيها هناك مش أنت المطلوب ده قاعدت علينا كل حاجة احنا عملناها بعد كده نزلوني تحت دقري وبعد كده جيت على الاسف بإجراء التحريات وجمع المعلومات أم كانت توصل إلى مرتكب الواقع عاطل ارتكبها بالاشتراك مع آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجن عليها حول الإتجار بالمواد المخدرة فخطط الاختطاف إلا أنهم وعن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجن عليه ظنا منهم أنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم أحسن أنا كان لديه عندي إسلام ده 600 ألف جنيه فلوس مخدرات وكنتش عارف أوصل له وبعاكيه لما وصلت له ما كانش ردي يديني فلوسه تمشينا العربية بتاعته على أساس أنه هو الجوال لأينا واحد تاني الجوال ضربنا واخدنا معنا ودينا الجيزة ووصلنا في الجيزة وضربها واقعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الإتجار بالمواد المخدرة قادت الأجهزة الأمنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة وهو ما قاد إلى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنجح الأجهزة الأمنية في الكشف عن أن عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وقرا لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيعه تازن 2 كيلو جرام ونصف الكيلو جرام وكمية سائلة من ذات المخدر فضلا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وأسلحة نارية وبيضاء وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وخمسمائة الف جنيا وفي سياق أمني آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنصيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حال استقلالهم سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وبتفتيش السيارة عسر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة وتم ضبط 81 بندقية خرطوش وأقر المتهمان بحيازتهم هذه الأسلحة بقصد الإدقار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي ترجمة نانسي قنقر